اهلا بكم في فكرة جديدة ومشروع جديد من مشاريع الفرونت اند النهاردة هنعمل مع بعض النفبار اللي قدامكو دي دي نفبار معمولة بالHTML والCSS فقط لغير انا عملت النفبار دي لاني فنس كتيرة جدا ضعيفة في النفبار وانا حبيت اعمل نفبار ما تكونش تقلادية تكون كديرية بها في نفس الوقت نكون بنتعلم حاجة تانية جنبها في الCSS وانا متأكد ان المشروع ده ان شاء الله يفيدكم بشكل عام سواء في النفبار او في حاجات تانية كتيرة جدا هنتعلمها ان شاء الله مع بعض النفبار اللي انا عملها دي لو انت وقفت هنا على اي element هيجيب لك معلومات element ده بالشكل اللي قدامكو ده شايف عندك كده بص لما بتطلع او بتنزل او حتى تخرج وتيجي تدخل دلوقتي على اي element بيجيب لك معلومات element ده انا عمل لك هنا المجموعة الشمسية اللي هو الشمس وكبع طارد والزهرة والارض والمشتري وغيره ولكن انت ممكن تاخد دلوقتي النفبار دي وتحطها في موقع لبيع المنتجات ولو حد وقف على اي منتج يجيب له تفاصيل المنتج ده بالكامل ممكن يكون ده مثلا مستخدم ولو حد دلوقتي وقف على المستخدم ده يجيب له تفاصيل المستخدم من اسمه وصورته وكل تفاصيله وهو في النهاية شباب نفس الفكرة انت لو تعلمت تتعمل الفكرة دي هتقدر تعمل كل اللي انا بقوله لك ده فتعال دلوقتي لما نبدأ نعملها دلوقتي مع بعض انا قلتلك انها بتتعمل بالHTML والCSS فقط لا غير فتعال لما نبدأ نعملها بالHTML الاول كده هنعمل عندي section بيدم المشروع ده بالكامل يعني كل حاجة هتكون موجودة عندي جوه الsection ده انا قلتلك دلوقتي ان انا هعمل نافبار وطالما قلتلك ان انا هعمل نافبار يجي في دماغك على طول ان انا هعمل UL زي ما كنت تكلمت معاكم قبل كده يعني اللي قدامكم دي اصلا عبار عن UL وكل الامنت فيها هو عبار عن Li ببتيجي عندك هنا وبتعمل Li Li لكل عنصر من دول فتعال دلوقتي لما نبدأ نعمل العناصر دي مع بعض الاول كده النافبار دي لازم يكون جواها A لان ده لينك اللينك ده انت ممكن تضغط عليه وديك لصفحة تانية معينة فهي دي كده تركيبة النافبار اي نافبار انت هتعملها لازم تكون دي التركيبة بتاعتها انا عاوزك تتعلم ده والموضوع ده يثبت في دماغك انا عامل اول عنصر عندي وهو عنصر الشمس تمام؟ طيب تان عنصر اللي هو كوكب عطارد تالت عنصر اللي هو كوكب الزهرة اللي هو فينوس ورابع كوكب عندي اللي هو طبعا كوكب الارض والكوكب اللي بعده اللي هو كوكب المشتري وبعد المشتري كوكب اعتقد زحل والكوكب اللي بعده اللي هو تقريب اه كوكب اورانوس اورانوس واخر كوكب عندي اللي هو كوكب نيبتون تمام؟ انا كده دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي عملت النافبار محتاج بس ان انا اجي عندي هنا في اللاي وبص ركز معايا هعمل دلوقتي data دي الحاجة الجديدة بس اللي احنا نشتغل عليها النهاردة يعني كل اللي فادة احنا بنعمله على طول في اي نفبار الجديد في المشروع ده هو ان انا هعمل عندي data text لان هستخدمها ويحتاجها دلوقتي في المشروع ده ال data text دي هيكون هو الاسم اللي موجود عندي هنا فالعنصر ده للشمس فبكتب عندي هنا في data text الشمس اللي انا كتبه هنا وكذلك في كل العناصر اللي عندي دي تمام يا شباب حطها عندك هنا في كل العناصر دي تمام؟ وكل عنصر حط دلوقتي في data text العنصر بتاعه يعني هنا هتكتب نيبتن وهنا هتكتب نيبتن هنا هتكتب اورانوس وهنا هتكتب اورانوس هنا هتكتب ساترن وهنا هتكتب ساترن وهكذا تمام؟ تعال كده لما نحط عندنا كل العناصر هنا انا حطيت عندي ايه؟ اشتغل صح تمام؟ طيب بكده احنا خلصنا ال HTML وهقولك دلوقتي احنا بنعمل ايه بال data text ولكن انتظر معايا ده الشكل النهائي اللي ظهر عندي تعال كده لما نرجع كل حاجة الاصلة ها احنا هشل دلوقتي المرجن والبادنج من كل حاجة فعشان اعمل كده باجب دلوقتي كل حاجة اللي هو النجمة والاكدلوقتي يشل منها مثلا المرجن خلولي سفر وشل منها برضو البادنج خلهولي سفر تمام؟ كده انا رجعت كل حاجة الاصلة ها عشان يكون لي التحكم الكامل على كل عنصر تمام؟ طيب محتاج دلوقتي ان انا اعمل background او لون يعني لخلفية بتاعت الموقع فهقولك دلوقتي body جيب لي دلوقتي جسم الموقع كله واعمل له دلوقتي background ممكن ان انت تحط لون واحد وممكن ان انت تدمج لونين مع بعض فعشان تعمل كده بتكتب عندك linear gradient في linear gradient انت بتمرر لها لونين علشان يتم دمجهم مع بعض طيب هنكبر عندنا الدوني عشان تكون شايف كل حاجة وتعال دلوقتي لما انمرر لها لونين فاول لونة عندي تعال كده لما انمرر اي حاجة تعال كده برضو لما انبدأ دلوقتي نزبطه من هنا خектор مسلا اللون ده تمام؟ واخليه برضو بالهكسة وتعال كده لما انمرر لها لون تاني اي برضو لون وتعال برضو لما نختاره عندنا من هنا كده فهنختار مسلا اللون ده وتعال. لما نخليه كده وتعال كده لما نشوف الشكل النهائي اللى حصل عندنا طبعا شكل باشع جدا ليه؟ لان الخلفية اتكررت معايا اتقررت بناء على المحتوى اللي موجود عندي وعشان اعليك حاجة زي كده فبقول لك دلوقتي تعال كده يا بادي خد عندك طول مثلا بمحتوى الشاشة كله اللي هو 100 VH فكده طول البادي يكون هو طول الشاشة بتاعتي تمام كده تمام كده تعال كده بقى لما نجيب عندنا دلوقتي السكشن السكشن اللي شايل المشروع عندي ده بالكامل ايوه هتعمل ايه في السكشن انا دلوقتي محتاج ان انا اضف لها صورة الصورة دي ان شاء الله هسيبها لكم تحت في تحت الفيديو ده فعشان اضيفها باكتب عندي دلوقتي background url تمام؟ وببدأ دلوقتي ان انا اضيف الصورة بتاعتي اللي اسمها stars dot bng ولكن هتكون شكلها بايزة عندك بالشكل ده عشان تثبتها برضو بتكتب عندك high بتديلها طول برضو بطول الشاشة فالك 100 VH تمام فظبطت عندي بالشكل ده طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اجيب القائمة دي او النفبر دي في نص الشاشة عشان تعمل كده عندك طرق كتير جدا احنا نستخدم الفيليكس بوكس وفي الفيليكس بوكس لما تكون عايزة تجيب عنصر في نص الشاشة بتروح للبيرانت بتاعه تكلمت في الموضوع ده قبل كده فايه البيرانت بتاع اللي بتاع اللي نفبر بالكامل هو السيكشن فهاجي عندي هنا في السيكشن وقول لك بص يا معلم انت هتاخد عندك display felix بالشكل ده وبعدين انا دلوقتي محتاج ان انا اجيب العنصر ده في النص من اتجاه الاكس من المحور اكس فهيقول لك خد justify content center هتروح عندك في النص من المكان ده كمان محتاج ان انا اجيبك في النص هنا من المحور من المحور واي فهيقول لك دلوقتي اخد align items center برضو فهيجي عندك في النص من المحور واي تمام وبكده انا دلوقتي زبطت عندي الناف بردي تعال كده لما يدخل عندنا في ال ul نفسها ايه ومحتاج تعمل في ايه محتاج دلوقتي ان انا اجيبي الكلام ده في النص فهيقول لك text align center جيبلي الكلام ده يكون في النص بالشكل ده وبس كده يكتر خيارك تعال كده لما ندخل عندنا في ال l i نفسها اول حاجة دلوقتي انا محتاج ان انا اشيل النقط دي شايف النقط الصودة اللي ظهرها دي انا محتاج دلوقتي ان انا اشيلها فعشان اشيلها بكتب عندي دلوقتي list style none فلو انت ركست دلوقتي هتلاقي النقط دي تشالت من عندك من هنا تمام تمام جدا تعال كده لما ندخلها برضو شوية margin فهولك margin مثلا 14 بيكسل من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال خليها سفر تمام طيب تعال كده بقى لما ندخل عندنا في ال a نفسه وتنسيقات ال a اللي هو اللينكات اللي جوه فقولك دلوقتي ul عندك جوها l i جوها عندك a اولا كده انا محتاج اللون بتاعي يكون باللون الابيض فهقولك دلوقتي color خليها لو سمحت باللون الابيض تمام جدا جدا محتاج برضو ان انا اشيل الخط اللي تحت ده فهقولك text decoration خليها دلوقتي none شل الخط اللي تحت ده وكمان برضو محتاج ان انا اكبر الفونت فقولك الفونت size خليها لها مثلا 20 بيكسل ومحتاج برضو ان انا اكبر الفونت wait اخليها مثلا 500 كمان برضو محتاج ان انا اعمل فونت family ولكن الفونت family دي احطها عندك في ال body بحس انها تسري على كل الخطوط اللي موجودة عندي تمام فأقولك دلوقتي font family اختار طبعا انت نوع الخط اللي انت عاوزه انا بختار system dash ui تمام تمام جدا جدا محتاج دلوقتي ان انا ابعد الحروف ده عن بعض يعني ابعدهم شو بدل ما هم ملزقين في بعض كده فبعمل دي من خلال letter spacing وهقولك مثلا ان ابعد لكل حرف عن التاني بمقدار مثلا 4 بيكسل حلو جدا يا معلم تعالك ده بقى لما ندي لكل واحدة فيهم خلفية فعمل دلوقتي مثلا background وهدي لك خلفية مثلا dark blue مثلا dark blue تمام ولكن الشكل عندي مش مظبوط ايه ايه المنظر ده فتعالك ده لما نعمل عندنا padding عشان نظبط الدنيا ديه فقولك مثلا خليلي padding 6 بيكسل من فوق ومن تحت و 15 بيكسل من اليمين ومن الشمال تمام محتاج برضو ان انا عمل عندي border radius 20 بيكسل مثلا عشان بس يكون في انحناء كده شوية من الزرار ده طبعا دي حريتك انت الشخصية اعملها او ما تعملهاش اللي انت عاوزه في حاجة مهمة انت لازم تعرفها الاي عنصر الاي ده اساسا in line عنصر in line ايوة يعني ايه in line وهتفرق معاه في ايه ركز معاه دلوقتي انا دلوقتي عاوز ان انا اعمل hover هفاهمك كل حاجة ولكن بالراحة خالص كده جيبلي دلوقتي العناصر دي واعمللي دلوقتي عليها hover انا عاوز لما اعمل hover اكبر الزرار ده اكبر العنصر ده فعاوز مثلا اكبره من خلال transform مثلا scale اخليها مثلا واحد ونص مثلا يعني لو رحت دلوقتي عشان اقف على العنصر مفيش اي حاجة حصلت ليه؟ لان ده in line لازم دلوقتي احاولوا لبلوك افهم النقطة دي هشرحلك برضو فاقول لك display in line block ال in line block هيزبط لك الشكل ده وفي نفس الوقت كمان هيشغلك لان ده خلاص دلوقتي اصبح عنصر block فلو وقفت دلوقتي بص بيكبر بص بيكبر معاك لو ما كنتش عملت دي ولا في اي حاجة كانت تحصل تماما ولا في اي حاجة كانت تحصل فتعالك ده لما نرجع عندنا ال in line block خلي بالك in line block او block اللي انت عاوزه لان block انت المبطوف عليها بتشتغل ودوني عندك بتكون تمام ولكن انا هخليها دلوقتي in line block وهزبط انا العرض بتاعها من خلال الويتس هتحكم انا في انا خلي مثلا ميت بيكسل خلي الزرار ده او الزرار اللي انا عامله ده يكون العرض بتاعه انا اللي بتحكم فيه بنفسي طبعا الموضوع ده حريتك انت الشخصية هنصغر بس دلوقتي الشاشة بتاعتنا ومحتاج بس ان وانا بكبرها يكون التكبير ايه بطيء شوية فتعالك ده لما نعمل عندنا transition هخليها مثلا نص ثانية ولما ببص شوف لما بتقف عليها التكبير بيكون ايه جايب بشكل كويس كمان برض محتاج هو انا بقف عليها الخلفية بتاعاتها تتغير فهو لك دلوقتي مثلا ال background خليه لي مثلا اي لون تعال كده من اختار اللون ده فلما بتقف هنا بص اللون ده هو اللي بيزهر عندك تمام برضو انا محتاج ان انا اخلي الحروب بتاعتي تكون capital فتعال كده لما نيجي عندنا هنا وقولك دلوقتي تكست transform خليها لي لو سمحت عشان تكون عندي capital بالشكل ده وهزود العرض شوية فخليها مثلا 120 بيكسل طيب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه بص يا معلم انا عاوز لما اقف عليها كل العناصر التانية تختفي وما يظهر ليش غير العنصر اللي انا واقف عليها زي هنا بالضبط انا دلوقتي لما اقف هنا كل العناصر بتختفي الا العنصر اللي انا واقف عليها فعاوز اعمل نفس الموضوع ده هنا طيب تعال دلوقتي لما انفكر مع بعض انا دلوقتي عاوز اعمل ايه انا دلوقتي عاوز لما اقف على اي عنصر كل العناصر التانية تختفي معدق العنصر ده اذا بالروحة كده انا دلوقتي عاوز لما اقف علي ال u l الفهم لما اقف علي ال u l كل حاجة جوة تختفي الا العنصرثر اللي انا واقف عليه يبقى اروح دلوقتي لل u l عاوز التأثير ده يحصل امتى عاوز لما اقف عليها فحقولك محفظ على خلي انا كده نبدأ بالراحة واحده واحده عاوز لما اقف عليها 부ถافى بل كانجم علي التأثير ده يحصل علي كلها معلموه كده بالشكل ده الي كلها تختفيي يعني بدليل مسلا اجدتلك هنا اقول لك. لله مثلا لو جيت هنا وقفت عليها اللي هيحصل ان كلها التأثير بيحصل عليها هو يعني بيحصل على نفسها انت فاهم على نفسها انا عاوز لما اقف على التأثير يحصل على حاجة تانية على دي يا معلم انا عاوز التأثير يحصل على ولكن يحصل لما اقف على طب تعمل دي ازاي بسيطة هقول لك لما اقف على التأثير هيحصل على انت فاهم فلو روحت لك هنا بص شوف اللي بيحصلت على كده خلينا واحدة واحدة لما بتقف هنا التأثير بيحصل على مش حاجة تانية لما بتقف على التأثير بيحصل على فكده اقدر دلوقتي ان انا جيلك هنا وقول لك شيرهاي خليلي مسلا سفر فلو انت دلوقتي وقفت على كل هتختفي وهو ده المطلوب فلو روحت هنا كلها اختفت بص كلها اختفت طيب انا عاوزة كلها تختفي الا العنصر اللي انا واقف عليه اعمل دي ازاي والله اصلا انا معايا العنصر اللي انا واقف عليه انا بقول لك هنا لما تقف على الاي اهو لما تقف على الاي خلاص يبقى جيلك هنا اقول لك ان الاوبا سيتي هتكون واحد تمام لو جيت لك هنا بقى بص هو ده المطلوب يا معلم تعال كده اهو يبقى لما بتقف دلوقتي على العنصر ده بيظهر عندك هنا لان انت عملته هنا وبتختفي عندك كل العناصر دي لما بتقف على الاي وان لنفسها تعال دلوقتي بقى لما نعمل عندنا الكتابة دي يعني لما بتقف هنا يظهر لك دلوقتي الكتابة دي نعملها عندنا ازاي تعلم ما نشوف بص يا معلم ركز معي انا دلوقتي التأثير ده هعمله عندي على ال اي هعمل دلوقتي حاجة بعدها فهقول لك افتر عاوز دلوقتي كلمة تظهر بعد الظرار بتاعي او بعد العنصر بتاعي فهقول لك انا دلوقتي عاوز اضيف كلمة فكتب هنا كلمة عشان بس اشرحها لك وافهمك المطادة بيحصل ازاي تمام خلي بالك كلمة تست ظهر عندك هنا وتعال حتى كده لما ورها لك اكتر خلاك دلوقتي باللون الابيض فهعملها عندي بلون الابيض عشان بس ازهرها لك وابيينها لك انها مكتوبة هنا انا دلوقتي عاوز اي هاوز الشمس فيكون موجود جانبها كلمة الشمس وعترد يكون موجود جانبها كلمة عطارد مش كلمة واحدة كده طيب دي انا العملها ازاي والله هيبص يا معلم انت ممكن بدل ما تكون بتندي على ال hizoي تروح دلوقتي تعمل لي ID لكل عنصر فيهم وتجي هنا تنادي عليه القهوة تعمل لي مثلاмен ايدي لي للشمس هنا وتجي لي هنا في الكونتنت وتعمل لي هنا صن ولكن بالشكل اللي انا بقولهولك ده انت هتكتب كتير جدا يعني هتروح دلوقتي تعمل لي التأثير ده لكل واحدة في دول ولكن يعني ليه يا معلم ليهن صعب الدنيا على نفسنا ما انا عملت عندي الدا تيكست دي انا قلت لك من شوية افاهمها لك ودلوقتي اجيها دور ان انا افاهمها لك فهقول لك بص يا معلم انا مش هكتب عندي هنا كونتنت او بمعنى اخر مش هكتبه باديا ده انا هاخده عندي من الاتريبيوت الاتريبيوت ده اسمه data text بص كده اللي هيحصل هتلاقي دلوقتي ان كل عنصر موجود جنبه ال data text اللي انت رحت كنت كاتبه في المكان ده يا معلم تمام كل عنصر اهو موجود جنبه ال data بتاعته بفكرة بسيطة جدا ومن غير ما تفضل تكتب كتير اوكي تمام جدا انت عابد دلوقتي بقى لما نزبط الموضع بتاعها انا دلوقتي عاوز ان هي تكون موجودة في النص عندي هنا فهقول لك position خد دلوقتي position absolute وعاوز دلوقتي تكون في النص فهقول لك ان بتاعك هيكون خمسين في المية كزالك برضو بتاعك هيكون نفس الموضوع خمسين في المية عشان بس اجيبك في النص وكده طيب هي جات عندي هنا وممكن ارضى بكده وكل حاجة ولكن انا عاوز اجيبها في النص بشكل اكبر فعندك طرق كتير ان انت اتجيبهم في النص بالزبط تعال كده لما اتدرب دلوقتي على طريقة وهي طريقة تمام بتكتب عندك وتكتب عندك translate بتخليها محور الاكس ومحور الواي انا عاوز اتيجي من عند محور الاكس بمقدار مسلا سالب خمسين في المية تمام جدا انا كمان ممكن برضو اعمل نفس الموضوع ده في محور الواي فممكن اجيلك هنا كمى الكمى دي يعني هتعملك دلوقتي محور الواي فهقول لك مسلا من عند محور الواي خد برضو سالب خمسين في المية تمام فكده هيجيبها لك في النص بالزبط اوكي طبعا عندك على فكرة طرق كتيرا انا بس عمل بضربك انت فاهم طيب حلو جدا تعال كده لما نبدأ دلوقتي ان نزبط الفونت ده فهعمل عندي مثلا فونت سايز هتدي لك فونت سايز كبير وهلي يكون تمانين بيكسل وكمان برضو محتاج ان انا هتدي لك فونت ويت برضو كبير وهلي يكون تسعمية تمام كمان برضو محتاج ان انا خلي الحروف دي تكون ابر كيس فهقول لك تكست اا ترانسفورم خليلي لو سمحت ابر كيس انا عرف انت مش شايف اي حاجة ولكن دلوقتي هوضح لك كل حاجة بهدوء شديد كمان انا محتاج دلوقتي ان الكلام ده يكون مختفي مختفي ولو وقفت دلوقتي على اي عنصر هنا الكلام ده يظهر ولكن في الاصل المفروض ان هو يكون مختفي فهقول لك دلوقتي ان الاوبا سيتي بتاعه هتكون سفر حلو جدا جدا طيب انا دلوقتي عاوز لو وقفت على ال اي يبقى يو لو قفت عليها يبقى عاوز لما اقف عليها التأثير ده يحصل على الافطر نفس اللي كنا عاملينه فوقهنا يا شباب اللي احنا عملا من شوية ده فانا بقول لك لما بتقف على التأثير يحصل على الاي فانا فablo و انا دلوقتي عاوظ لما عاقف على اللي التأثير يحصل علا لأفتر فهجل لك هنا و اقول لك دلوقتي كولن افتر ده افتر بالشكل ده كده لقفت دلوقتي بما اOld ولكن في مشكله كبيره وتحصل لو نزلت عل أفتر انا عاوزك تكون مفتح كده و تكون شايف احنا بنعمل ايه مع بعض انت هنا قب تظهر معك ولكن لما بتنزل هنا بص شوف اللي بيحصل معك اول ما بتلمس الكلام نفسه اول ما ده بيقف على الكلام بيبدأ التأثير ده بيحصل عندك وده انا مش عاوزه انا عاوز الغي ال Buinter ده لان انا كده الدني عندي دخلت في بعض فعشان تلغي ال Buinter ده بتيجي عندك هنا بتقول لك بص الموضوع بسيط جدا انا دلوقتي عاوز الغي ال Buinter event هخليها دلوقتي non إيه اللي أنا عملته ده السيرة؟ اللي أنا عملته ده أقول لك يا معلم لو Dana الموس جاه عليه وتستخدم اي شيء39 أفلح اي شيء ليس عند الحياة لأن وضح يعني ممكن تعمل لك فيكرة جميلة جدا ممكن تيجي عندك هنا وتعمل مثلا اللتر اللي هو التباعد بين ايه حروف تخليه مثلا خمسين بيكسل بصشو فيه التباعد ده ولكن بص بقى لما بتيجي عندك هنا وتوقف عليها جبل دلوقتي دي دلوقتي دي ورجعها مثلا لاصلها او خليها دلوقتي خمسة بيكسل ولكن التأثير ده مش هيزهر لما تيجي عندك هنا وتعمل تأخير تعمل تأخير مسلا بمقدار نص ثانية فبص دلوقتي ايه اللي يحصل معك دعا كده لما نفتح بص بص بيكون في تباعد بين الحروف ولكن لما بتقف دلوقتي على العنصر التباعد ده بيقل فبيعملك تأثير كويس جدا ولكن دلوقتي انا في عندي مشكلة وهو ان الكلام فوق فوق الزرار فعاوز دلوقتي اخل الزرار ده يكون هو فوق كل حاجة فباروح عندي دلوقتي للزرار الزرار ده فين? الزرار عندي هنا اللي هو الاي الاي ده شباب عشان تخليه فوق كل حاجة بتجي عندك هنا وبتعمل پوزيشن ريليتف خلى بالك ده مهمة جدا وبتيجي عندك هنا وبتعمل مثلا عشرة او مية او اي رقم فبص يا معلم الزرار دلوقتي اصبح هو اللي فوق الكلام فاهم وده مهم جدا تعال دلوقتي بقى لما نعمل الدايرة او الكوكب اللي كان بيظهر عندي الكوكب اه ده يا شباب تمام الكوكب ده تعال دلوقتي لما نبدأ نعمله مع بعض هو هو نفس الفكرة اللي كنا عاملينها من شوية فهاجي عندي هنا في ال ال وفي ال اي واعمل عندي هنا مسلا بي فور ده طبعا لازم تعمل عندك هنا كنتنت ولكن طبعا احنا مش نستخدمها في اي حاجة انت عاوز تعمل ايه انا دلوقتي عاوز اعمل الدايرة ده العرض بتاعها مثلا 80 بيكسل والطول بتاعها برضه هيكون 80 بيكسل لان دي دايرة شباب تمام لازم الابعاد بتاعتها تكون مظبوطة التول يكون مظبوطة عندك مع العرض طيب حلو جدا كمان برضو محتاج ان اللون هيكون عندك مسلا البيجروند يكون باللون الابيض تمام طيب حالية زارت لأ مش هتظهر دلوقتي هتظهر امتى هتظهر لما اتحدد الموقع بتاعها فقولك دلوقتي يخليلي مثلا بتاعها يكون وعاوزها تيجي عندك في النص فممكن بص اجيب اللي انا عملته من شوية ده بدلا من الفضل اكتب كتير وكده فاجيبه عندي هنا واحطه بالشكل ده الليفتة يكون خمسين في المية والطوبة يكون خمسين في المية والترانس سلب خمسين في المية وسلب خمسين في المية فبص هي زارت عندي هنا في المكان ده تعال كده لما نزلها شوية من محور الواي محور الواي هو المحور ده شباب فعشان انزلها بكتب عندي هنا قيمة ايجابية ممكن تنزل عندك كده او ممكن مسلا انزلها اكتر خلى مسلا سبعين في المية لو قفتك كده يعني هي دلوقتي مزبوطة اكتر تمام؟ طيب تعال كده لما نخليها عندنا مدورة بدلا ما هي مربعة بالشكل ده فعشان تخليها بتيجي عندك هنا وبتكتب خمسين في المية دي هتحول لك شكلها لشكل المدور. طيب انا محتاج ان انا اعمل الوهج اللي كان موجود عندي هنا. شايف بص الوهج ده? في وهج كده يا شرب لو انتم واخدين بالكم منه. الوهج ده هو تمام? الزل اللي بيكون موجود على العنصر. فعشان تعمله بتيجي عندك هنا وبتعمل وطبعا مش عاوز اي ازاحة من محور ولا من محور خليهم هما الاتنين بسفر. تمام? انا عاوز تكون مظبوطة على ابعاد الدايرة بتاعتي. هخلي حجم عندي بنقدار تمانين بيكسل. هنا بتحط عندك حجم الشادو. وهنا بتحط عندك اللون الشادو اللي هو مسلا نخليه اورانج رد مسلا. تمام? اللون ده. فظاهر عندك اللون اللي قدامكو ده يا شباب طبعا اللون فائع كده والدونية عندك مش مظبوطة ولكن دلوقتي ان شاء الله هنظبوطها مع بعض. انا عاوزها بشكل عام تكون مختفية. تمام? تكون سفر. بنفس الفكرة. ولو وقفت دلوقتي على العنصر ده يبدأ يظاهره عندي. فهاجي عندي هنا بنفس الطريقة اقول لك دلوقتي يقل لما بقف دلوقتي على يعني لما بعمل هوفر عليه. اللي يحصل عاوز دلوقتي التأثير ده يحصل عندي على البي فور. على الدايرة اللي انا عملتها من شوية. عاوز تعمل فيها ايه? عاوز بتاعتها تكون واحد. او نخليها مسلا نصص تمام? في دلوقتي انت لما بتقف دلوقتي على اي المنت بتبدأ تظهر عندك ولكن بتظهر بشكل مش حلو. انا عاوز التأثير ده يكون مظبوط. فممكن تعمل عندك حركة لطيفة جدا وهي ان انت تجي دلوقتي وتجيب وتخليها مسلا بمية وتمانين بكسل بالشكل ده بص تكون بالشكل ده. ولكن لما تجي بقى تقف على العنصر اللي هو الهوفر ده تخلي دلوقتي مسلا يكون تامانين بكسل. ولكن التأثير ده مش هيظهر عندك اللي ما تعمل عندك دلوقتي تجي دلوقتي تخليها مسلا نص ثانية. فبص دلوقتي اللي عملتلك هنا لو قفت هنا تعال كده لما نفتح عندنا للشاشة دي بص اللي بتفضل دلوقتي على اي عنصر. تمام? كده دلوقتي نكون عملنا المشروع ده يا شباب. تمام? مشروع سهل و بسيط واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم ان شاء الله في مشاريع جديدة. السلام عليكم.